هل قام المسيح بالفعل لأنه عندما قام المسيح يقول بولوس الرسول تعين ابن الله بقوة ظهر أنه ابن الله فعلا من جهة روح القداسة أي أن الروح القدس أقامه من الأموات بالقيامة من الأموات هل قام المسيح فعلا هناك أشخاص يزعلون عندما أتكلم عن هذه الطريقة التي ستفترض أن هذا لا يحدث ستفترض أن تتكلم مع شخص يريد أن المسيح قام وهو متشكك جدا لأن المسيح عندما قام لم يظهر للناس كلها يعني لو كنت أرى مطرحه كنت أول واحدة أذهب له بلاطس أقول له ما هي الأخبار هيرودس المسيح بشكل عجيب جدا لما قام من الأموات لم يظهر إلا للتلاميذ وده كان أسلوبه لأنه كان دايما لا يكشف الحقائق العميقة اللاهوتية عن شخصه الفريد إلا لهؤلاء التلاميذ كان يكلم الناس بأمثال أما التلاميذ فكان يقول لهم الحقائق اللاهوتية بشكل مباشر إذن التلاميذ هم مصدرنا الوحيد أن المسيح قام من الأموات طيب التلاميذ دول يا إما مضللين يا إما مضللين يا إما شهود صادقين يا إما كدبين اختلقوا أن المسيح قام يا إما لا كدبين لكن عندهم ضلالة مخهم ثوث عندهم تخريفة أن المسيح قام من كتر ما هم متعلقين بأوي ولا هم شهود صادقين طيب لم يكونوا مضللين شوية حاجات كده غريبة أولاً لما ترى الأنجيل تلاقي أنه فيه اختلافات كانوا في التفاصيل الصغيرة مش بيراعوا أن هم يزبطوا شهادتهم مع بعض يعني مثلاً في إنجيل تلاقي يقولك أنه قائد المئة ذهب للمسيح في إنجيل تلاقي أنه أرسل إليه لو ناس كدابة لازم يزبطوا كلامهم مع بعض خصوصاً أنهم كتبوا في أوقات متقاربة لماذا؟ لأنهم لم يكنوا مهتمين بالتفاصيل كانوا مبهورين بحقيقة أن المسيح قد قام كتبوا شيء غريب جداً كتبوا أنه عندما رأيته لم يعرفوه هذا يمكن أن تكون ضدك عندما تقول أنك عندما رأيته لم يعرفته يبقى أنه ليس هو عندما تجد أحد يقول كلام يمكن أن يتأخذ عليه أنه كداب غالباً يبقى صادق قالوا شيء غريب جداً كتبوا نقلاً عن النساء يعني أول من شهد القيامة هذه كانت ربما مشيئة ربنا لكي يرد اعتبار النساء الذي حقهم كان متاخد جداً في كل من الثقافة اليونانية والعبرية يعني الستيات يعني الستيات ذلك المشاعرهم تجعلهم وهم يبكوا ومتأثرين لم يأخذوا بالهم لكن لأن هذه الحقيقة كتبوها كما هي كتبوا أن جسد المسيح كان غريب جداً كان يدخل ويخرج والأبواب مغلقة وفي نفس الوقت يلمس ويأكل شيء غريب جداً يعني على رأي المسأل كده بيقولك يعني قول كلام يعني مساوي قول كلام مساوي قول كلام مقنع لكن لأن هذا الحدث زي ما بيقولوا كده متاهيستوريكل حدث فوق التاريخ حدث عجيب أن السماء تلامست مع الأرض الدهر الآتي جاء في هذا الدهر فيجب أن يكون عجيباً جداً طيب هم مش مضللين خصوصاً كمان أن هم كلهم ماتوا بسبب هذه الكذبة لا أحد يكذب كذبة أو لا يعمل جريمة غير ما يسأل نسأل للأبي إيه هو إيه هو إيه الدافع دافع الجريمة بيكذب ليه لم يفتحوا بلدان لم يتزوجوا نساء لم يأخذوا غنائم بل ماتوا جميعاً معدى واحد شهداء هذه الكذبة أنت تكذب كذبة عشان تموت ترجمة نانسي قنقر